بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الرئيس الزملاء وأنا أدعو طبعا أو عفوا أنا أشكر مملكة أردين الحشمية وأيضا مصر والأمين العام المتحدة على تنظيم هذا المؤتمر وعلى دعوتنا لحضور هذا المؤتمر سيد الرئيس إن عملية التقتيل التي تحصل في غزة تتطلب من وقفة هنا وأيضا تتطلب من دعما إنسانيا ونحن ما نقوم به كمجتمع دولي هي أن نقف ونناصر الفلسطينيين وأن نستشعر ألمهم ومعاناتهم ومؤتمر اليوم هو ليس في وقته المناسب أو فقط لإيجاد حلوب ولكن يأتي ضمن وقت جوهري أصحاب السعادة هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا وطبعا يجب أن نظافر جهودنا وهناك الكثير من الظروف التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من أجل تسير وتسير هذا الدعم الإنساني الوحشية التي تحصل على الأرض مميتة ولا يوجد هناك أي ضمان لأمان إسرائيل تقوم بالضربات الجوية ولا تستهدف فقط البناء أو المسلحين ولكن هي تستهدف كل شيء حتى قوافل الإمدادات والمساعدات وهذا يتظلم منه إجراءات سريعة أصحاب السعادة فيما يتعلق بالبعد الإنساني في غزة فإن حكومة ماليزيا وبالتعاون أيضا مع المنظمات الأممية قامت بتوزيع أكثر من خمسة أطنان من المساعدات وسوف نستمر بتقديم هذه المساعدات مع التنسيق مع شركائنا الأمميين والمنظمات الأممية وسوف نرفع من مستواها أيضا أيها أصحاب السعادة سوف يكون من المستحيل لأن تكون هناك أي استجابة من خلال غياب لقرار وقف إطلاق النار المباشر هذا المبدأ هو مبدأ مهم جدا للوصول إلى مرحلة تالية يليها السلام المستدام وأن يكون هناك قبولا لفض هذا الصراع وأيضا هذا يعني بأن نتبنى لقرارات الأممية عشرين خمسة وثلاثين فيما يتعلق بحل الصراع وعلى جميع الدول وأصحاب المصلحة والشركاء هنا أن ينبذوا هذه الجرائم وينددوا بهذه الجرائم الجرائم ضد الإنسانية وأن يقوموا بدعم تقديم المزيد من الدعم وكما ناقشنا سابقا فأن الوضع في غزة والبرامج المتعلقة بدعم الغزيين ما زالت طبعا تواجه الكثير من العقبات ولا نعلم متى سوف تحل هذه العقبات من أجل إيصال هذه المساعدات وتقديم حلول لذلك من الواجب علينا أن نقوم باستجابة إنسانية شاملة ونطالب الشركاء هنا على التأكيد وانضمام الجهود المتضافرة لإنهاء الصراع في غزة وأن يكون هناك استجابة إنسانية شاملة في غزة وعلينا التزام بثلاثة أمور أولا حجم الاستجابة وأيضا ما هي الاستراتيجيات التي سوف نتبعها لهذه المساعدات وأن يكون طبعا هناك إنهاء للاحتلال الإسرائيلي ووقف مباشر لإطلاق النار ويجب أن يجد ركال جميع ذلك ثانيا كدولة محتلة أيضا إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية وحشيتها في غزة والأثر الذي أدت به وأيضا يجب علينا أن نقوم بتطبيق والالتزام بقرارات الأمم المتحدة هنا وأيضا أن نكون قادرين على حماية المدنيين وإيقاف جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل وأن يكون هناك دعم حتى نفسي على المستوى المطلوب أيها السيدات والسادة الصراع في غزة مستمر واستمر لفترة طويلة ويتطلب ذلك تضافر الجهود الدولية وفقط بتضافر الجهود الدولية نستطيع أن ننقذ الغزة وننقلها إلى مستقبل أفضل شكرا جزيلا